أسعد الله صباحكم بكل خير أعزئنا المستمعين نحييكم من الأمانة العامة لمجلس الشورى والذي يعقد جلسته الثانية والعشرين في دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس اليوم الأحد برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس حيث يمكنك عزيز المستمع متابعة مجريات الجلسة عبر قناة المجلس على اليوتيوب بحرين شورى كونسل أحييكم أنا هالة العياضي من قسم الإعلام والتواصل بالمجلس وإليكم أبرز ما سيدور في جلسة اليوم يبدأ المجلس أعماله بالإخطار بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير التربية والتعليم والمقدم من سعادة العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال بشأن فئة ذوي صعوبات التعلم في مدارس مملكة البحرين ورد سعادة الوزير عليه وسيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة ويهدف المرسوم بقانون إلى تعزيز إجراءات حفظ معلومات ووثائق الدولة كما يلزم المرسوم بقانون كل من سلطات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وأجهزتها المختلفة والأشخاص الاعتبارية العامة بما يشمل الجهات التي تسهم الدولة في رأس مالها بنسبة تزيد على 50% متى أسست في مملكة البحرين أو كان مركزها الرئيسي فيها بحفظ نسخ من كافة المعلومات والوثائق المخزنة إلكترونياً في مركز بيانات وطني تربط به جميع قواعد البيانات الوطنية كما نظم المرسوم تصنف وثائق ومعلومات الدولة والتي لا تندرج ضمن تصنفات المعلومات والوثائق التي صنفت على نحو معلومات سرية للغاية ومعلومات سرية ومعلومات محظورة ومحدودة كما يناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامات والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة السادسة من المرسوم بقانون بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء الدكتور محمد علي حسن علي السيد علي حسين الشهابي السيدة إجلال عيسى بوبشيت السيد صادق عيد آل رحمة والسيد طلال محمد المناعي ويحدثنا بتفاصيل أكثر حول هذا الاقتراح بقانون سعادة السيد علي حسين الشهابي عضو مجلس الشورى أسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين بكل خير بداية أود أن أتحدث عن نص القانون النافذ والذي قدر كلفة البنية التحتية للمتر المربع الواحد في كافة مناطق التعمير بمملكة البحرين بمبلغ 12 دينار بواقع خمسة دنانير ونصف عن خدمتي الطرق والصرف الصحي وستة دنانير ونصف عن خدمتي الكهرباء والماء دون وضع معايير موضوعية للتقدير لذلك جاء الاقتراح بقانون إلى تحقيق مبدأ العدالة بين أصحاب العقارات وذلك بوضع ضوابط لتقدير هذه الكلفة بحيث يراعى في التقدير موقع العقار ومساحته وعدد طوابقه والغرض من استعماله وعرض الشارع الذي يطل عليه العقار وماذا قربه من الخدمات العامة والمصالح الحكومية والأسواق وتشمل كلفة البنية التحتية كلفة إنشاء الشبكات الرئيسية والفرعية للطرق والكهرباء والماء والصرف الصحي والساحات والمواقف العامة وتجميل وتشجير الشوارع والمسطحات الخضراء وغيرها من المرافق التي تحقق ذلك الغرض ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة الوزارية ومن حيث إن هذه الكلفة يتم تقديرها بمعرفة هذه اللجنة ولم يرد بالنص النافذ أي ضوابط للتقدير رغم الاختلاف والتباين بين العقارات في مختلف المناطق بالمملكة لذلك فقد جاء الاقتراح بقانون لوض ضوابط ومعايير يجب مراعاتها عند تقدير كلفة البنية التحتية لتحقيق العدالة بين ملاك العقارات الخاضعة للقانون محل التنظيم وصعون حقوقهم باعتبار أن ذلك يتمثل في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البداء المختلفة موازنا بينهما ومرجحا لما يراه أنسب لمضمونها وإلى هنا أعزائنا المستمعين نختتم معكم رسالتنا من مجلس الشورى لهذا الأسبوع ونجدد دعوتنا لمتابعة جلسة اليوم عبر قناتنا على اليوتيوب بحرين شورى كونسل وكذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس ودبتم في رعاية الله